موسيقى الرئيس السيسي يهنئ البابا تودرس الثاني وجميع اقباط مصر بمناسبة عيد القيام المجيد استناف محادثات الهدنة بين حماس واسرائيل في القاهرة ومصر تتوصل لصيغة توفقية حول عدد من النقاط الخلافية معبر رفح البري نافذة الحياة للاشقاء الفلسطينيين يواصل فتح ابوابي امام دخول المساعدات الانسانية الى غزة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينتش نشطة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا نشطة اخبارية مصري اشتركوا في القناة بخالص التعازي والموسى في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السودانية دعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان هذا وقد توجه الفريق أواركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال معربا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد وأعرب الرئيس السيسي في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا توادرس الثاني ولجميع الإخوة الأقباد مشيدا بقوة تماسج النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ داعيا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقباد وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أقباد مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرزق برقية تهنئة لقداسة البابا توادرست الثاني بابا الإسكندرية بتريرق الكرازة المرقصية وذلك بمناسبة عيد القيامة وفي برقية أعربى رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للمصريين جميعا بمستقبل واعد في ظل تآلف نسيجه وتلاحم الروابط بين أبنائه وذلك بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة لقداسة البابا توادرست الثاني بابا الإسكندرية بطريرق الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته بأن يديم المولى عز وجل على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام وأكد التقدير الكبير لجهود البابا توادرست الثاني في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والإخاء بين جموع المصريين بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لقداسة البابا توادرست الثاني بابا الإسكندرية بترياق الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة وأعرب الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته عن اعتزازه وعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا توادرست الثاني الوطنية التي تؤكد دوماً أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة لقداسة البابا توادرست الثاني بالمناسبة ذاتها تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ واستهل رئيس الوزراء جولتها التفاقدية بزيارة لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والذي بدأ تشغيله تجريبياً مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات سعياً لسرعة دخولها للخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية عقب ذلك تفقد رئيس الوزراء ومرافقه وحدة الطوارئ والسلام العامة المتطورة كما تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة ومركز خدمات مصر ثم الحضيقة المركزية موسيقى 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 تفقد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع واحد تجالي للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كاندي بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وخلال تفقده أرجاء المشروع استمع مدبولي إلى شرح حول المشروع الذي يستهدف تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء وأهم المنتجات التي يتم تصنعها من خلال هذه النباتات والأعشاب هذا وتفقد مدبولي استفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة زهرة سيناء وبرج مراقبة الطيور المهاجرة ومنطقة بحيرات الأكسادة والقرية التراثية ومضمار الهيجن ومركز الرصد الأمني الموحد يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة الخامسة عشر مؤتمر القمة الإسلامية والمنعقدة في مدينة بنجول عاصمة جاميبيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وانطلقت القمة اليوم وتستمر حتى الغد تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة أوضحت وزارة الخارجية أنه من المكرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية والإسلام فوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب وعلى هامش فاعليات الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في بنغول التقى وزير الخارجية السامح شكري بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدوى الأعمال القمة وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة وسبو الإنهائها ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني أفادت وكالة ريترز للأنباء نقلا عن مسؤول في حركة حماس بأن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة ربما تتضمن إعادة بعض المحتجزين لدى حماس إلى إسرائيل هذا وأفاد مصدر مسؤول رفع المستوى بأن هناك تقدما ملحوظا فيما صار المفاوضات مشيرا إلى توصل مصر لسيقة توافقية حول عدد من النقاط الخلافية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كثفت القوات الجوية المصرية طلعتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغافة العاجلة على شمال قطاع غزة يأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة موسيقى بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع وتنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأضمان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة موسيقى وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي موسيقى فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفحة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيقة أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 34654 فلسطينيا وإصابت 77908 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي وذكرت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات فيما لا تستطيع تواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع أصفرت عن استشهاد 32 مواطنا وإصابة 41 آخرين خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية قال رئيسه هيئة مقاومة الجدار والاستطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1242 اعتداء خلال شهر أبريل الماضي أوضح شعبان أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نبلس بواقع 118 اعتداء وفي محافظة رامالة ب83 ومحافظة الخليل ب34 اعتداء اشتركوا في القناة اكد مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجامعية في قطاع غزة بطلب من جمهورية الجزائر هذا وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجامعية داخل المستشفيين في قطاع غزة وهما مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي بخان يونس حيث تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء والعثور على أكثر من 500 جثمان فيما اكتشفت ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي وعثرة على 395 جثمان منذ بدء السابع من شهر أكتوبر الماضي قال مشرعون في الحزب الديموقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قالوا إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والذي دمرته الحرب بشكل كامل وجاء في الرسالة التي وقع 86 من الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعسفية على المساعدات ما أعاق الإمدادات طالب النواب بايدن بإبلاغ نتنياهب أنه في حال إذا ما استمرت إسرائيل في فرض قيود بشكل مباشر أو غير مباشر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدات الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة الأمريكية ذكر موقع أكسيس الأمريكي أن نحو 90 نائبا ديمقراطيا طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أوضح الموقع أن طلب النواب الديمقراطيين يأتي بسبب مخاوف من تقييد إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة في الصياق ذاتي أعلنت هيئة الإذاعة الأمريكية أن نحو 40% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة تفعل أكثر من اللازم لدعم إسرائيل بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برناستون الأمريكية إضرابا عن الطعام تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعاني من ويلات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 11 بعد المئتين على التوالي أوضح للطلاب أن قرار الإضراب يأتي ردا على رفض الإدارة الأمريكية تلبية مطالبهم بسحب دعمها لإسرائيل مؤكدين أن بيانات والتقارير الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي وتسعى الحراك الطلبي داخل الجامعات في عدد من الدول تضامنا مع فلسطين للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتسعت حالة الغضب اللي تمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة منها جامعات رائدة كجامعة هارفرد وجورج واشنطن ونيورك وارتفى عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700 معتقل حراك طلابي غير مسبوق داخل الجامعات اتسعت رقاته في عدد من الدول تضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة يطالب بالأساس بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل من الولايات المتحدة انطلقت شرارة هذا الحراك الحاشد حيث بدأ طلاب رافضون للعدوان الإسرائيلي على غزة اعتصاما في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات طلاب توسعت حالة الغضب لتمتد إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة كجامعات هارفرد وجورج واشنطن ونيورك ومعهد ماساشو سيتس للتكنولوجيا ونورث كارولاينا وقد ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى ما يقرب من ألفي طالب لاحقا اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة إلى جامعات في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وسويسرا والهند وأستراليا حيث شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي ومقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المشهد تكرر في دول أخرى منها المكسيك حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو سيتي خياما أمام جامعة المكسيك الوطنية كبر جامعات البلاد للمطالبة بوقف الحرب على غزة أما في أستراليا فقد تجمع مئات المتظاهرين في إحدى جامعات سيدني كما يخيم حاليا ناشطون مؤيدون لفلسطين منذ عشرة أيام قبالة جامعة سيدني وعلى الرغم من هذه الحشود الهائلة للطلاب حول العالم لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة في قطاع غزة فهل ترقى تحركات الطلاب لمستوى يؤثر في مواقف صناع القرار في دولهم باتخاذ قرارات من شأنها التأثير أو حتى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب هذا ما ستكشفه الأيام القادمة أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية معتبرا أن التهديدات ضدها غير مقبولة كانت المحكمة الجنائية الدولية قطالبت بوقف ترهيب موظفيها مشيرة إلى أن ذلك يعد جريمة شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم لا بد من أن تتوقف نشر موقع أكسسي الأمريكي مقالا ذكر فيه أن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت تحذيرات وتهديدات قوية من أعضاء في الكونجرس الأمريكي حملة ترهيب تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية في وقت تنظر فيه في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة مع تشديده على أن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا ووفقا لمقال نشره موقع أكسيوس فإن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لتحذيرات وتهديدات قوية من أعضاء في الكونجرس الأمريكي خاصة بعد تصريح المحكمة باستعدادها لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من بينهم بن يمين نتنياهو رئيس المحكمة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي جالانت وبحسب موقع أكسيوس فإن الحكومة الإسرائيلية هددت أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل فإن إسرائيل سترد على السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي إلى انهيارها ومنذ بداية العام تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة وسبق أن شددت المحكمة على أن الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك رفح ومن بينها أوامر لمنع القتل والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة ترجمة نانسي قنقر تتواصل الجهود المصرية المبذولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري والذي أصبح نفذة الحياة للأشقاء الفلسطينيين نظرا لأهمية الكبرى في إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما يواصل المعبر فتح أبوابه أمام استقبال الجرحة والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية المزيد من التفاصيل لا يستعرضها لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع الجهود المصرية الكبيرة التي تقدم للأشقاء داخل قطاع غزة من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح بوابة معبر رفح التي لازلت تتضفق من خلالها كل الشاحنات ونتحدث عن رصد بعض وسائل الإعلام الدولية لحجم هذه الشاحنات المصطفى من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال أيضا الصور التي تظهر حجم هذه المساعدات وهذا ما تحدث عنه المسؤولين الأمميين وتحدثوا عن أهمية هذا المعبر في دخول هذه الشاحنات نتحدث عن أن المعبر لازال يعمل في استقبال الجرحة والمصابين وأيضا دخول شاحنات الوقود وتجهيز عدد كبير من المواد الغذائية التي بحاجة إليها قطاع غزة في هذه الأيام فبالتالي الحاجة ليس فقط لهذه المواد الغذائية ولكن أيضا للمكملات العلاجية ومكملات الأغذية فبالتالي مصر لا تتدخر جهدا في تجهيز كل هذه المساعدات لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من المساعدات وأن يقلل من هذه الإجراءات التطقيق والمراجعة لهذه الشاحنات فعلى سبيل المثال اليوم السبت إجازة رسمية لدى المعابر الإسرائيلية لم يتم دخول أي شاحنات للمساعدات الإنسانية ولكن المعبر المصري لازال يعمل دخل من خلاله شاحنات الوقود نتحدث عن ثماني شاحنات للوقود بالإضافة إلى استقبال الجرحة والمصابين وتسهيل كل الإجراءات للمرافقين من حيث إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بهم وأيضا تسكينهم في الأماكن المخصصة لهم لإقامتهم سواء في العريش أو في أي مناطق أخرى يتواجد بها المصابون الفلسطينيون نتحدث أيضا عن أن التقارير السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أشرت إلى أن مصر استطاعت أن تدخل في شهر أبريل الماضي أكثر من خمسة ألاف شاحنة بها عدد كبير من المساعدات الغذائية المختلفة فإذن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بالطبع مع استمرار الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة بعشرات الأطنان هناك هذه هي الصورة والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد مسؤولان أوكرانيان أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على منطقتين خاركيف ودينيبرو ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل وقصف بنية تحتية حيوية ومباني تجارية وسكنية وأشارت القوات الجوية الأوكرانية لأن القوات الروسية أطلقت 13 طائرة مسيرة من تراز شهد استهدفت المنطقتين الواقعتين في شمال شرق البلاد ووسطها وأوضح قائد القوات الجوية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة أكدت وزارة الدفاع الروسية دفاعتها الجوية أسقطت أربعة صواريخ طويلة المدى أمريكية الصناع فوق شبه جزيرة القرم وهي من أسلحة معروفة باسم منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية هذا وقال مسؤولون روسيون أن أوكرانيا هاجمت القرب بمنظومة الصواريخ التكتيكية في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو أضافوا أنه تم إسقاط ستة صواريخ منها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفة أن تصريحات مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شوزيب بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا هو اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام كان بوريل قد أكد أن دون تزويد الغرب لكييف بالأسلحة فإن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال أسبوعين مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عامها الثالث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفة أن أوروبا اعترفت بفشلها في أوكرانيا وكان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إنه دون تزويد الغرب لكييف بالأسلحة فإن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال أسبوعين وأبشلت القوات الروسية الهجوم الأوكراني المضاد على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف النيتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن وذمرت القوات الروسية خلال العملية التي بدت في الرابع والعشرين من فبراير من عام 2022 الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات ليوبرتو الألمانية والكثير من المضرعات الأمريكية والبريطانية بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف النيتو وكان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية القوات الروسية سيطرت خلال هذه العملية على 547 كم مربعا من الأراضي في أوكرانيا هذا العام حيث أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي وأن القوات الروسية تختارق ما وصفه بشبكة المعاقل الأوكرانية وكانت روسيا أعلنت في سبتمبر 2022 بعد سبعة أشهر من العمليات في أوكرانيا أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية هي دونيسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا إلى أراضيها رغم أنها لا تسيطر على أي منها بالكامل في المقابل أكدت أوكرانيا أن هذا التحرك هو استيلاء غير قانوني على الأراضي وأنها تعتزم طرد كل جندي روسي من أراضيها بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 أكدت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا أن الفيضانات والانهيارات الأرضية النجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت في مصر 14 شخصاً في إقليم جنوب سولويسي بينما تم إدلاء 115 شخصاً وأضافت الوكالة أن الفيضانات أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضراراً بأكثر من 1800 منزل لكنها أوضحت أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق تغيرات مناخية غير مسبوقة يشهدها العالم ففي إندونيسيا تحولت الطرق إلى أنهار بنية داكنة في حين جرفت الطيارات المائية القوية المنازل وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على غرب جزيرة سومترا الإندونسية التي حدثت في أوالي العام وهو ما يعد واحدة من أحدث الكوارث الطبيعية القاتلة في إندونيسيا ولم تنتهي الكوارث الطبيعية في إندونيسيا عند هذا الحد فقد واجهت إندونيسيا الفيضانات والانهيارات الأرضية مما تسبب في مقتل عدة أشخاص في إقليم جنوب سولويسي بينما تم إجلاء العشرات الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث أكدت أن الفيضانات التي وقعت في منطقة لوك ريجينسي أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضراراً بأكثر من 1800 منزل لكنها أشرت إلى أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق وتتمثل الكارثة حسب رأي المنتدى الإندونيسي للبيئة في قطع غابات الأيكات الساحلية في إندونيسيا لإفساح المجال لمزارع الأسماك مما يزيد من تفاقم آثار تغير المناخ هذا وتوقع المنتدى الإندونيسي للبيئة أن يؤدي تغير المناخ العالمي إلى زيادة درجات الحرارة في إندونيسيا بمقدار 8 من 10 بحلول عام 2030 هذا ويمتد أرخبي الإندونيسيا الفسيح على خط الاستواء إذ تعد هذه الدولة موطناً لثالث أضخم الغابات المطيرة في العالم حيث تواجه العديد من الأنواع والنباتات البرية خطر الانقراض هذا وصنفت وكالة جلوبال كاربون بروجيكت إندونيسيا باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للغازات الدفية التي تعمل على رفع حرارة مناخ العالم وتصدر انبعاثات هذه الغازات عن احتراق الوقود الاحفوري وقطع الأشجار وحرق النباتات المتحللة حيث تعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم أكدت السلطات المحلية في البرازيل أن أمطار غزيرة هطلت على ولاية ريو جراندي دي سول في أقصى جنوب البلاد تسببت في مصرع تسعة وثلاثين شخصاً هذا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين أوضح دفاع المدني في ريو جراندي دي سول أن أكثر من سبعين شخص ما زالوا في عداد المفقودين ونزح ما لا يقل عن أربع وعشرين ألف من الولاية المتاخمة لأوروغوي والأرجنتين والتي تضرر نصف المدن بها والبالغ عددها أربعمائة وسبعة وتسعين مدينة حثى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دراسة أدهنوم منجينيف حثى الدول التي تتفاوض على نص حول الحماية من أي جوانح مستقبلية والوقاية منها وحثها على التوصل إلى اتفاق وذلك قبل أيام من حلول الموعد النهائي لإقراره هذا وتعمل دول منظمة الصحة العالمية منذ عامين على مسودة اتفاق دولي بدأت مفاوضات فيها بينما على أمل التوصل إلى توافق كما تهدف المفاوضات إلى إنجاز نص لاعتماده خلال الجمعية العالمية لدول منظمة الصحة العالمية والتي تنطلق في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري منحت المفاوضية الأوروبية تقييماً أولياً إيجابياً لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق التعافي والقدرة على الصمود لقيمة 7.5 مليار يورو أكدت المفاوضية أن فرنسا قد أكملت بشكل مردن شروط صرف الدفعة الثالثة والتي تغطي المعالم والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى تواصل مؤسسة حياة كريمة تفعيل مبادرة تأسبيل والتي عملت على إفطار الصائمين منذ شهر رمضان المبارك وصولاً لإفطار الصوم الكبير بعيد القيمة حيث تستهدف المبادرة توزيع وجبات غزائية متكاملة وصحية على المستحقين لكنها هذه المرة تأتي بالطعم خاص لتشارك المواطنين فرحتهم بعيد القيامة في الكنائس والبيوت من صعيد مصر إلى العاصمة تواصل مؤسسة حياة كريمة تفعيل مبادراتها المختلفة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ومنها مبادرة سبيل التي عملت على إفطار الصائمين منذ شهر رمضان المبارك وصولاً لإفطار الصوم الكبير بعيد القيامة بيبنحتفل بعيد القيامة المجيد بعد الأسبوع الألام وبعد كده الناس بتبقى صايمة وبعد كده بيبتدوا بقى ليوم توكوس بيحتفلوا بيها بروحوا بيوتهم بفرحانين وكأهم حاجة في الموضوع دي كلها الأمان الناس عايشة في مصر أمان بتعرف صلي في الكنيسة بتعرف صلي في الجامع بيتحركوا براحتهم في أي وقت من الساعة النهار ودي حاجة مفرحة لنا كلنا وحاسين بالأمان وده شعب المصر متوجدين من نهاردة في حي الشبراء بنقدم انتهاني للأخو الأجباط وبنفرح معيهم بنقدم للأطفال الهدايا في شكولتوات والبانونات طبعاً دي مش أول سنة متوجدين معيهم إحنا متوجدين معهم على طول السنة اللي فاتت سولة قبليها وموجدين معهم في حي الشبراء وموجدين معهم في كل المناسبات وبرضه الأخو الأجباط موجودين معنا برضه في كل المناسبات المبادرة تستهدف توزيع وجبات غذائية متكاملة وصحية على المستحقين لكنها هذه المرة تأتي بطعم خاص لتشارك المواطنين فرحتهم بعيد القيامة في الكنائس والبيوت النهاردة حياة كريمة كانت حريصة في وجودها في كنيسة الأنبى أنطانيوس لتأهاني إخواتنا مسيحيين بعيد القيامة المجيد وطبعاً يعني إحنا حرسين من رمضان في مبادرة سبيل لتقديم الوجبات للفئات المستحقة فالنهاردة بنستهدف أكتر من 15 كنيسة على مستوى الجمهورية بنستهدف حوالي 2500 مستحق لتقديم الفطار بتاعهم من خلال مؤسسة الحياة كريمة جايين نهاردة أنهان إخواتنا الأقباط بعيدهم فنحنا كلنا بنبقى واحد معهم نتشارك فرحتهم جايين نتبع مبادرة حياة كريمة ومبادرة عبر سبيل مبادرة سبيل تأتي ضمن عدد من مبادرات مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين صحياً واجتماعياً واقتصادياً كريم بيبرس التلفزيون المصري رفعت وكالة فيتشي نظراتها المستقبلية لتصنيف مصر الاتماني من مستقرة إلى إيجابية مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب سبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة أشارت الوكالة أن التصنيف الاتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتجديد السياسة النقدية فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية صفحة جديدة يسطرها الاقتصاد المصري بنجاحات نالت ثقة المؤسسات الدولية المختلفة وترجمتها لإشادات متتالية تكتب فصلاً جديداً في مسيرته عنوانه النمو المرن والصلب فصل يأتي بعد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات أزمة النقد الأجنبي التي مر بها مؤخراً معلناً حقبة جديدة ذات آفاق أرحب وطموحات أكبر نحو استدامة واسعة النطاق وتنافسية وريادة إقليمياً وعالمياً فوفق جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد جاءت خطوات التوحيد سعر الصرف وفقاً لأليات العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد تكلل هذا المنح بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة الإجراءات الأخيرة قابلتها ردود فعل إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر خطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار وفي ترجمة عملية لهذه الثقة وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهدفة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق وذلك بقيمة ثمانية مليارات دولار وكالتا فيتش ومودز للتصنيف الاقتماني كانت مواكبتين للتطورات الاقتصادية في مصر أيضا إذ رفعت كلتاهما النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الاقتماني إلى إيجابية مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب يأتي ذلك فيما أوصى بنك جاي بي مورغان في وول ستريت بشراء إذون الخزانة المصرية لأجل عام كما أكد بانجولدن مانساكس أن الإجراءات المصرية توزيل قدرا من المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول بما سيعني تدفق المزيد من الأموال وانعكاس الأمر على صلابة الاقتصاد بصورته الكلية إلى ذلك ينضي الاقتصاد المصري في طريقه التصاعدي رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان على غزة وتداعياته الاقتصادية على العالم بأسره ليثبت يوما بعد يوم أنه حائط صد منيع أمام أي أزمات حالية أو مستقبلية بحثت مصر مع الأردن سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال التبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وإنتاج التقاوى جاء ذلك خلال هامش أعمال جمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد والتي عقدت بالرياض حيث تابعت الدولتان الملفات المشتركة في دوء تكلفات القيادة السياسية في البلدين وفي سياق المتصل بحثت مصر مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أو جهة تعاون الممكنة بين الجانبين مشيرة إلى وجود فرص للاستثمار في القطاع الزراعي بمصر وإتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل البلد تبلغ مساحات القمح المنزرعة في محافظة المينيا نحو 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة ومن خلال صومعة مطحن فرتيتي بالمحافظة تم استلامه 102 ألف طن قبح حتى الآن حيث يتروح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بلغت مساحات القمح المنزرعة بمحافظة المينيا نحو 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة شايفين أن هناك أقبال شديد من الفلاحيين ومن الشركات في توريد كمية الأقمح السنة نحن وصلنا في أيام موسم في أثناء الزروة لـ 3400 طن يومي ومن خلال سنابل الخير بصومعة مطحن نفرتيتي بالمحافظة تم استلام ألف وطني قمح حتى الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 إردبا عن كل فدان ومن المستهدف توريد 388 ألفا إلى 400 ألف طن بالمحافظة مع نهاية الموسم وتعد المينيا ثانية أكبر محافظة على المستوى الجمهورية في إنتاج القمح حيث وردت قمحا خلال الموسم الماضي بكميات بلغت 500 ألف طن نظرا لوجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمينيا بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 ألاف ومائة طن منها 305 ألاف طن موزعة على 6 صوامع تابعة لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الصومعة طاقة الاستيعابية 25 ألف طن لحد مبارك نحن بدين الصبح النهاردة على 18 ألف وكسور زي ما أنتم شايفين الحمد لله موسم التوريد موسم مبشر وإقبال كبير من الإخوة المزارعين طبعا الحمد لله السعر ممتاز جدا لأن الناس كلها راضية محافظة المينيا تعاد المحافظة رقم 2 على مستوى التوريد وتمتلك شركة مطاح المصر الوسطى أربعة مواقع استلام بالمحافظة بساعة إجمالية تقدر بـ 46 ألفا ومائتي طن فضلا عن 34 موقع تابعا للبنك الزراعي بساعة إجمالية تقدر بـ 152 ألفا وتسعمائة طن مدرية التومين المينيا استعدت لاستقبال الموسم التوريد القمح 2024 بـ 44 موقع لاستلام الأقماح موزعين على دائرة المحافظة بجميع تشمل جميع المراكز ووصلنا لمعظم القرى وذلك من ضمن إجراءات تسهيل مقدمها الوزارة للفلاح والموارد الأقماح بحيث أننا كنا نخفض تكاليف النقل ونسهل عملية النقل صوامع القمح خطوة اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية أقامت الطائفة الإنجلية الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجلية تضمن برنامج الاحتفال الصلاة الافتتاحية ومجموعة من الترانيم بحضور رئيس الطائفة الإنجلية في مصر دكتور قس أندريا زاكي وقيادة الطائفة والضيوف والمهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة جاين نقول للأخوة الأقباط كل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد القيامة نسأل الله عز وجل أنه يديم علينا الأخوة والسلام وأن ينعم على أمتنا بالاستقرار دائما اللهم أمين نحن المصيرين كلهم ونقول يا رب يجع الأيام كل مصر كلها أفراح ويبعد عن العالم الحروب والحاجات الصعبة اللي احنا بنشوفها دي طبعا كل سنة وإخواتنا الأقباط بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد نحن بنستغل هذه المناسبات نحن نتبادل التهاني ونشارك بالحضور بكل أنواع المشاركة ده بيعبر عن أن نحن نسيج واحد ومصر بلد المواطنة والحقوق بين المواطنين جميعا متساوية والحقيقة يعني أنا شخصيا مواظب على حضور المناسبات الدينية لأن يعني بتجمعني بالإخوة الأقباط يعني علاقات طيبة كل سنة وكل المصريين طيبين في أحسن صحة وفي أحسن حال بنتمنى أن بركة أيام العيد تعم على كل المصريين في كل ربوع مصر واللي يهمنا أكتر وأكتر أنها تعم على كل فقير وعلى كل مريض على كل مسكين على كل واحد في مشكلة أو في تعب تكون الأيام ديت أيام بركة أو تكون سبب لفك كربه أو ديئه وأن كل العائلات المصرية تعيد بفرح وسعادة تكتسب محافظة كفر الشيخ شهرة واسعة نطاق في صناع الفسيخ وتنتشر صناعة الفسيخ في المحافظة في عدة مدن من بينها دسوق وسيد سالم حيث يمتاز في كفر الشيخ بمواصفاته الجيدة شهرة واسعة تمتاز بها محافظة كفر الشيخ كونها قلعة لصناعة الفسيخ ولم تكتسب هذه الشهرة من فراغ بل هي حصاد سنوات طويلة من الإنتاج المميز للفسيخ لعل موقعها الفريد حيث تطل على مسطحات مائية بمساحة مائة وعشرين كيلو على ساحل البحر المتوسط هو السبب الرئيس وراء تلك الشهرة في محافظة كفر الشيخ بها بحيرة البرولوس وميناء الصيد وتطل على نهر النيل بمراكز دسوق وفوة ومطوبص بالإضافة الانتشار المزارع السماكية بها وهو ما جعلها تنتج نحو 43% من الأسماك بمصر احنا واخدين المئنة دي تراصة قبا عن جدا انا عندي 62-63 سنة ووالدي كان فسخاني وجدي كان فسخاني الزبون عاوز ملح يكون قليل بنعرف احنا السمك اللي هي ملحها قليل عشان احنا اللي مملحانها بنديله ملح بنديله السمك اللي هي ملحها قليل الزبون عاوز ملح يكون حادق شوية بنديهوله حادق شوية عشان احنا اللي عارفين السمك اللي احنا معبينه في قلب البرميل ده هيقعد كتير ولا هيقعد قليل عملت سنشط الفيسيخ وضفت معه مثلا فلفل لمون طماطم طرنشاط ورق خاص مع الفيسيخ بيدي طعم أحلى وبيخلي الفيسيخة مثلا تديك مزاست الملح بتبقى هادية شوية تنتشر صناعة الفيسيخ بالمحافظة في مدن بيالة ودسوق وسدي سالم وفوة ومطوبص ويمتاز الفيسيخ في كفر الشيخ بمواصفاته الجيدة والتي من بينها لونه الرمادي الخارجي وخلو السمك من أي بقع داكنة أو وجود تغيون في لونها بالإضافة لسلامة القشرة وقبل عملية التمليح يتم اختيار الأسماك بعناية ثم يتم تنظيفها جيدا لضمان عدم تلوثها قبل تمليحها كما يتم مراعاة اختيار ملح جيد بكميات محسوبة الناس دايما بتستنى الفيسيخ دا أو موسم شام النسيم عشان تاخد الفيسيخ دا من سنة للسنة عشان تطلع للجنين وتقعد كل واحد بقى بيقضيه زي ما هو عايز مع القرايب والعائلات كلها بتتجمع في الجنين علشان الفيسيخ البلك كلها هنا في شام النسيم يتعود التاكل الفيسيخ يعني احنا تعودنا هنا نخرج نروح مصايف أو نروح منتزهات لازم ناكل الفيسيخ دي الأكل الرسمية عندنا نشاء الله في شام النسيم بنحتبها لو سام النسيم بالفسيخ بناخد الفيسيخ ونروح المصارع والجنين ونتفسح مع أصحابنا مع أولادنا ومع حبيبنا كلها هي إذن شهرة واسعة تمتاز بها كفر الشيخ منذ سنوات طويلة في صناعة الفيسيخ والذي يتناوله المواطنون بكثرة في العديد من المناسبات التي من أهمها شام النسيم بهذا مشاهدين كرام نكونوا قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري لم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوان الرئيس السيسي يهنئ الباباط ودرس الثاني وجميع أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد استئناف محادثات الهدن بين حماس وإسرائيل في القاهرة ومصر تتوصل لصيغة توافقية حول عدد من النقاط الخلافية معبر رفح البرينا في ذات الحياة للأشقاء الفلسطينيين يواصل فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لغذة مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة